دعم علاجي إسعافي بهذه الكلمات وصفت الحكومة على لسان وزير المالية إعلان السعودية عن دعم اقتصادي جديد لليمن مقداره مليار ومئتا مليون دولار مخصص لدعم عجز الموازنة العامة للدولة ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي ولطالما انتظر المجلس الرئاسي والحكومة هذا الدعم وناشدوا كثيرا لإنقاذهم من عدم قدرتهم على مجابهة الالتزامات الحتمية لسيما ما يتعلق بالرواتب في المناطق المحررة وسط مأزقي تراجع الموارد المالية جراء إيقاف مليشي الحوثي تصدير النفط من موانئ حضر موت وشبوة وحرمان الدولة من أهم موارد اقتصادي يشكل ما نسبته 65% من إيرادات الميزانية العامة دعم جديد قالت السعودية إنه يؤكد حرصها على تحسين الاقتصاد اليمني وتحسين الحياة اليومية لليمنيين وتقول الحكومة إنه سيعزز قدراتها في مجابهة التحديات الاقتصادية ويرفع الضغط على الاقتصاد بينما يراه خبراء اقتصاد بمثابة مسكن موضعي سيخفف من حدة الأزمة المالية بعض الوقت لكنه لا يمثل علاجا للوضع الاقتصادي المتدهور والذي يتطلب حلولا مستدامة أقلها تمديد الهدنة واستئناف تصدير النفط وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة وإذا ظل الدعم الجديد كسابقاته مرهونا بتنفيذ إصلاحات عميقة ولم يتح للاستخدام والاستيعاب بسرعة وسلاسة فلن يتحقق أي استقرار اقتصادي بالنظر لتعقيدات الواقع وضعف المؤسسات وحاجة برامج الإصلاح إلى وقت ومناخ مناسب للاستقرار غير متوفر الآن في ظل الاضطرابات التي تفتعلها ميليشات الانتقالي المدعومة إماراتيا وتؤثر على استيعاب أي منح دولية وهما يهدد بتحويل الدعم السعودي إلى عبء جديد تبدأ تبعات من الاضطراب في سعر صرف العملة المحلية بفعل استغلال المضاربين بالريال اليمني ولا تنتهي بالتضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية وهذا لا يلغي حاجة البلد للتمويلات في هذا الظرف الحرج وأهمية المضي قدما في الإصلاحات ومحاربة الفساد ولا ينفي ضرورة الاستخدام الأمثل للدعم لضمان انعكاسه على أوضاع الناس المعيشية